اشتركوا في القناة بالنادي الاهلي طبعا كلنا زعلين على هذه الاصابات ولكن احنا دايما نتعودنا ومن خلال كلام حضراتكم طول عمركم من ملعب طول غاية ما بقيتوا مدربين كبار انه النادي الاهلي بنزعل وكل حاجة على المصابين ولكن النادي الاهلي عدد كبير من اللاعبين بيحملوا شعار النادي الاهلي يقدر اي واحد فيهم يلعب طبعا احنا بنتنى لهم السلامة والف سلام عليهم وربنا يرجحهم بسرعة بإذن الله ولكن برضو مشكلة لما يبقى عندك 30 لعيب في القايمة منهم مثلا 8-9 مصابين ده بشكل كبير بيأثر طبعا على الكيان الرئيسي ولكن احنا كلنا ثقة في اي لعب حيرتدي فنلة النادي الاهلي وينزل عارفين انه هو حيقدي بشكل كويس جدا وده على مدار التاريخ ومدار الأجيال كان بيحصل كده ما فيش لعيب بيفرق مع الفرقة ومن مسئولية اي مدير فني برضو انه هو ازاي يأهل التلاتين لعيب اللي هم متأيدي معاه في القايمة نفسيا وبدنيا وخططيا كلهم يكونوا بهزين عشان لما يستعين بأي حد في اي وقت يكون موجود وجاهز فانا اتمنى بإذن الله التوفيق لكل اللعيب طيب كابتن خالد برضو الاصابات اه بتؤثر وبشكل سلبي وكل حاجة ولكن في نفس الوقت خلال الفترة الاخيرة كان هو الراجل نفسه بيعمل تدوير كتير في الفرقة شايف ان هو كان بقى عنده حق ساعتها ولا برضو حضرتك مع تثبيت الفريق والله هو على حسب الايام اللي ما بين الماتشات يعني انا مع التدوير لو هناك فيه ضغط في المباراة يعني لو هنلعب كل ثلاثة يام مباراة انا مع التدوير في حدود ثلاثة اربعة لعيبة ماشي غالباً ده اللي بيحصل وغالباً هو ده اللي بيحصل عشان كده الراجل اشتغل على الحتة دي على حتة الروتيشن وحتة التدوير وبرضو من مزاياها ان كل كم كبير او من اللعيبة بتشترك فبتكون رجلية في الملعب وبتكتسب لياقة النباريات غير لما يبقوا بعض ولكن حتة تثبيت تثبيت الفريق دول ممكن لو بنلعب كل اسبوع ماتش وده مش موجود فممكن تفضل تثبت على اساس خلال الاسبوع اللعيبة هتاخد في عملية الاستشفاء وعملية الراحة هيكونوا مش مجهدين ولكن في ظل الظروف بتاعة الدوري بتاعنا والجدول وكل ثلاثة يام مباراة انا معاه في موضوع التدوير ده بين اللعيبة طيب كيف يتعامل الجهاز الفني مع هذه الاسابات طبعا هو الجهاز الفني خلاص يعني هو مش هو اللي حيتعامل معها الجهاز الطبي بقى اللي حيتعامل مع الاسابات دي فالجهاز الطبي لازم بقى يسرع والحمد لله دلوقتي طبعا طرق العلاج مش زي ايامنا لا طرق العلاج دلوقتي بقت اسرع واحسن بشكل كبير فهي اهمة الجهاز الطبي ان هو ازاي باذن الله اللعيبة ترجع بسرعة للملع بالنسبة للجهاز الفني إزاي بقى يبتدي يفكر في الحلول والبدائل الحلول والبدائل وتوظيف اللعيبة في المراكز على قد القماشة بقى اللي موجود إزاي يوظفهم بشكل كويس إزاي يستخدم اللعيبة في أماكن كويسة وإزاي يكون المستوى الفردي بتاع اللعيبة بيكون كويس ومن هنا يبقى المستوى الجماعي يبقى كويس طيب بكرة النادي الأهلي حيلعب مباراة ساعة خمسة على الأقل يعني تمانية مش هيبقوا موجودين من اللاعبين لأن هناك البعض احنا مش عارفين لسه ظروفهم ولكن على الأقل سبعة تمانية مش هيبقوا موجودين هل ده سيؤثر سلبا أم إجابة لا هو ممكن يؤثر سلبا لو اللعيبة اللي هتنزل الملعب ما قدتش بشكل كويس لو اللعيبة اللي هتلعب بكرة ما قدتش بشكل كويس وبشكل مناسب وممكن يبقى إيجابي لو اللعيبة اللي نزلت هتلعب بكرة هتبقى عارفة أن دي فرصة ليهم أنهم يسبتوا نفسيهم ويبقوا لعيب أسيين يقدروا يستمروا من خلال المباراة القادمة شايف المباراة بكرة إزاي كابتن لأنه مباراة أمبي من المباراة الصعبة دائما فمع كابتن طلعت كمان بتبقى أصعب طبعا ماتش صعب هو كل ماتشاتنا هتبقى صعبة من خلال الدوري ولكن بالنسبة لماتش بكرة طبعا وجود تغيير جهاز فني وجود الكابتن طلعت وإحنا عارفين كابتن طلعت دائما بيهتم بالنواحة الدفاعية وأي فرح هتلعب قدام للنادي الأهلي بتهتم بالنواحة الدفاعية وبيبقى أقصى أمل لها إن هي تطلع ببنت أو التعادل يعني في نفس الوقت إمبي المباراة السابقة كسب متاني للتحاد في اسكندرية فدي برضو نتيجة هتديهم ثقة شوية ولكن بكرة حيلعبوا طبعا بحذر حيحاولوا إن النادي الأهلي ما يسجلش فيهم أي أهداف وهي دي بتيجي صعوبة الماتش بيجي من كده إزاي النادي الأهلي بإذن الله ربنا وفقنا ولو قدرنا نجيب هدف مبكر حيفتح الماتش والدنيا تبقى سعر الفارق خلال المباراة السابقة أنت حتى كده كده بتلعب أول تلت ساعة يعني دايما لما نجي نتفرج على النادي الأهلي خلال الفترة السابقة تلت ساعة الأولادية والخمسة وعشرين ديال الأولادية أنت أفضل من كل الفرق اللي أنت لعبتها لما بتجيب فيهم جون لكن بتضيع كتير جدا في تلت ساعة الأولادية بعد كده بتجيب تبقى أصعب فالجون المبكر ده بيبقى هايل يعني طبعا بيفتح الماتش على أقل الفرق اللي قدامك بتتخلى عن النواحي الدفاعية اللي هي بتبقى نازلة مركزة فيها فالماتش بيتفتح بتلاقي عندك بقى مساحات بتتخلق تقدر تستغلها في النواحي الهجومية وفي نفس الوقت عشان كده مهم جدا إحنا بنقول استثمار الفرص الفرصة اللي بتيجي لازم نستثمرها ولازم نسجل منها وبالذات في بداية المباراة لأن كل ما حنسجل بدري كل ما الماتش حيتفتح كل ما الماتش حيبقى سهل بالنسبة لها طيب ام بي برضو من الفرق الدفاعية اللي بتلعب خمسة ربعة واحد يعني يمكن يعني أقل يعني لو ينفع نقول خمسة خمسة ماشي لكن خمسة ربعة واحد هي الطريقة اللي بيلعب بها وبيعتمر على فكرة هي مش قصة هي دي طريقة لعب كابتن طلعته طريقة لعب فريق ام بي أمام النادي الأهلي فحيلعب بهذه الطريقة كولر أثبت خلال الفترة السابقة أنه مباراة زي أمبي أنا آسف زي بيرميدز زي الزمالك زي الفرق اللي بتلعب معك بشكل كويس مفتوح بتقدر تروح وتيجي معنا فيه لكن الفرق اللي بتقفل بتبع عندنا مشكلة فيها بتبع عندنا مشكلة ولازم نلاقي الحلول لأن معظم الماتشات اللي حنلعبها مع فرق الدوري هتبقى مقفولة بنفس السيناريو دو فلازم نركز على إزاي نتغلب على التكتل الدفاعي وفي العديد من الطرق اللي هي تخليك تتغلب على التكتل الدفاعي اللي بحيعمله أي فريق حيلعب قدام منها إزاي أن انت بتخلخل خط الدفاع اللي قدامه ومعنى خلخلت خط الدفاع إزاي أن انت بتلعب من جنب وبعدين بتغير اللعب وبتختارك من الجنب التاني إزاي يبقى فيه تزديد من خارج منطقة الجزاء إزاي يبقى فيه لعب من على الأجناب واختراك من على الأجناب إزاي يبقى فيه اختراك من العمق التنوع في الأداء الهجومي دوا ما بين كل الكلام دوا يقدر يخليك تتغلب على أي تكتل دفاع أهم من خاتل ضعف والقوة في فريق أمبي هم كلهم يعني ما فيش أوراق ربحة كلهم بيلعبوا عارفين إمكانياتهم بيلعبوا على قد إمكانياتهم الفرق بتتحرك كوحدة واحدة سواء هم بيهجموا أو هم بيدفعوا ولكن مطش بكرة حيبقى هم بيتكتلوا للدفاع وبيعتمدوا على الهجمات المرتدة إذا قدروا أن هم يعملوها وزي ما قلنا في بداية الكلام لو قدرنا أن احنا نحرز هدف مبكر حنسهل المطش كتير الإصابات الموجودة عندنا البودلة اللي ممكن يلعبوا أو اللاعبين ندلقالي اللي ممكن يلعبوا في هذه المباراة هل حضرك شايف أن هم هيبقوا جاهزين؟ ممكن بنسبة 70% مش هيبقوا جاهزين لأن طبعا فتنس المتشاهد غير فتنس التمرين يعني الناس اللي هتلعب بكرة وما كانتش بتشترك من قبل كده حتى لو لفترات طويلة خلال المباريات اللي فاتت ممكن هتبقى بدنيا من 60% ل70% لأن دايما ليقت المباريات غير ليقت التدريبات الملعب هيفرق؟ يعني أنت بكرة هتلعب هو راجل كان بيتكلم على أن ملعب استاذ القراء هو واحد من أفضل لم يكن الأفضل الملعب المصرية وبالتالي بكرة هتلعب في المقاولين العرب هو لسه ما شافش المقاولين بس أنا بتقالي هو مش هينبسط من ملعب المقاولين يعني هو لما هيشوف ملعب المقاولين بكرة مش هينبسط منه وممكن الملعب يأثر طبعا هيأثر لأمالعب المقاولين من زي استاد القاهرة من نوعية النجيلة والأرضية وكل حاجة فنتمنى بإذن الله تعالى أن نحن نسهل الماتش على نفسينا من البداية من أول دقيقة ودايما أنا بقول إيه أن في حاجات التوفيق مهم أو فكور ولكن في حاجات برا التوفيق نطلع التوفيق منها إيه يعني كمية الجري المبزول كمية المجهود المبزول ده مش محتاج توفيق المفروض كل اللعيبة هتنزل تجري بكميات كبيرة جدا ويبقى فيه إفراط في بازل الجهد نمرت اتنين زي ما قلنا استصمار الفرص مهم جدا فرصة اللي تجيلك تجيب منها تحرز منها هدف لأن حتسهلك وتفتحلك الماتش بشكل كبير جدا طيب الأهلي بيختتم مستعداداته لملاقات نادي أمبي خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى طيب وكابتل خالد كان بيشرح لي الشوطة كانت عاملة إزاي على شوطة عمر السلية لسه كانت جاية في التقرير فالكابتل خالد كان بيشرحنا إما بشوطها فضلا كابتل لا عمر رحطت جون كويس قوي وفعلا الشوطة لما الواحد بيحط وش رجله في نص الكرة مظبوط بتطلع قوية فعلا بتغير اتجاهها قبل ما تيجي الحرص المر أنا جبت جوان كتير قوي كده الكرة بتبقى رايحة في حتة وبعدين تلاقيها غيرت من كتر قوتها اه اه بالزبط فهو ده اللي حصل في الهدف بتاع عمر السلية وكان فيه لعب من بيرامد زواقف تقريبا قدام عمر برضو فاعتقد ان هو يعني عمر زاكي جدا ان هو شطها كده علشان الشناوي أحمد يعني الشناوي ما كانش شايف الكرة ما كانش شايفه وبعدين صعوبة كمان الهدف عمر السلية شايت الكرة من تحت رجله اه يعني الكرة من تحت رجله وماخدش مسلا خطوتين وشارب بس ازاي راح يعني احنا دايما عارفين اللي بيبقى جاي مندفع او جاي ياخد تلات اربع خطوات هو اللي بيشوت كويس اه او اللي بيشوت اقوى ايه ايش معنى دي يا كابتالي لا عشان هو شطها يعني وضع جسمه كان مظبوط رجله السابتة جنب الكرة وش رجله حطه في نص الكرة بشكل كويس جدا اه سدر وكمال سنة قدام عشان كده الكرة معاليتش راحت في الارتفاع الصعب دون والكرة كانت زاية يعني قوية جدا اه مغيرت التجاجون كده تقريبا لا جبت اه جبت كتير اه جبت كتير اه انا عارف خور دي اه طيب اه كابتال ان شاء الله كيف ترى المواجهة بكرة ان شاء الله ما بين كولر بقى وكابتال طلعت يعني كولر له طريقة لعب واضحة اربعة اتنين تلاتة واحد هي الطريقة اللي بيعتمد عليها قد يتم تغييرها اثناء المباراة بتحصل ينزلها اربعة اتنين تلاتة اربعة كذا كابتال طلعت له طريقة لعب واضحة برضو وهي خمسة اربعة واحد ولا اعتمد على الهجمات المرتدة لا احنا زي ما قلنا في الاول الهدف بالنسبة لينا للنادي الاهلي التلات نقاط اه فازاي حنلعب من الاول مهاجمين ازاي حنلعب بطريقة لعب فيها كسافة في النواحي الهجومية مع التأمين الدفاعي على عكس فريق امبي وعكس كابتال طلعت يوسف الاساس عنده انه هو ما يتغلبش الاساس عنده انه هو يطلع ببنت لو قدر انه هو يعمل هجمة مرتدة يقدر يستغلها قدر مقدرش ازاي انه هو يطلع بالبنت ويطلع من نتيجة المباراة للتعادل فدي وانا من وجهة نظري ان دي اسهل طرق يعني كورة القدم ما بقاش فيها كده كورة القدم اللي احنا بنتفرج عليها سواء كنا في كاس العالم او دورياته الاوروبية معاك الكورة بتهاجم اتقطعت منك الكورة بترتد للدفاع لازم كل فرقة بتلعب مهاجم مدافع الفرقة اللي بتلعب وان وي مدافع بس دي مش موجودة غير عندنا في الدوري المصري اللي احنا بنشوفه بالذات في متشات الفرقة اللي بتلعب قدام من الاهلي اه ولكن ما احنا دلوقتي كونا بنتكلم لكن هي دايما معروفة ان الكورات العرضية والشوت من خارج مطيقات الجزاء هو احدى الحلول احدى الحلول للتغلب على التكتل للدفاع احسن وقت ان انت تهاجم في لحظة ما تقطع الكورة بالذات قدام الفرق اللي بتتكتر يعني انا كلامي ممكن يبقى فني شوي يعني فرقة امبي معاك الكورة بتهاجم علينا قطعنا هي دي اللحظة اللي لازم قطعت من جنب اليمين يبقى لازم الكورة تطلع من الجنب اليمين وتتغير اللعب للجنب الشمال ومن الجنب الشمال يحصل هنا الاختراقات والزيادة في السرعة والاختراقات هنا تتغلب وهو ده اسمه الخلخلة بتاعت ان انت تتخلخل اي خط دفاع بتلعب قدامه هي بالطريقة دي ازاي بتقدر تنقل في جنب وبعدين تغير الجنب التاني ومن هنا تبتدي تزود السرعة والناس تبتدي تختارك وفي مبدأ في الكورة انا مقتنع بيه وبطبقه على طول الجنب اللي تقطع فيه الكورة ما تهجمش منه يعني فرقة بتهجم عليها من ناحية اليمين انا بضغط الناس اللي هنا شمال ناحنا بضغط الناس اللي معايا في الجنب الشمال دول واخدين واجب التغطية ما بيضغطوش فمستراحين شوية غير الناس اللي هنا بتضغطوا عشان تقطع بمجرد ما قطعت مش هينفع ان انت تهاجم من هنا الصح ان انت تطلع الكورة من هنا والناس اللي كانت واخد واجب التغطية اللي هي مستراحة تروح تكمل تروح تكمل بسرعات بقى عالية شوية مش بسرعة تروت عشان تقدر تضرب الخطوط واللعيبة اللي كانت موجودة في الجنب ده فدي اكتر طريقة وانسى الطريقة تخليك تتغلب على اي تكتل دفاع مش هتلاقي تكتل لان انت فرقة بتهاجم عليك من هنا فيه اربعة خمسة لعيبة في الجنب ده لو طلعت الكورة من هنا انت بالكورة بالبصة دي دربت الخمسة لعيبة طلعتهم برا اللعب وتبتدي تختارك من ناحة تاني في مثل هذه المباريات ضد النادي الاهلي بتلاقي برضو انه بيبقى فيه تكتل محدش بيهاجم اول الله معشان يعني معلش يعني سوري بتبقى اداء رتيب جدا وسايق يعني مش في الكور يعني ما بشوفش اي فريق بيلعب بالسيستم ده غير في الدوري المصري قدام النادي الاهلي يعني قدام اي فرقة بتلعب قدام النادي الاهلي بتلعب بهذا الاسلوب اسلوب دفاعي بحت وده مش في الكور الكورة المفروض بتهاجم وبترجع تدافع اي فريق بيعمل كده ولكن نتمنى بكرة تصويب من خارج منطقة الجزاء اللعبة من على الاجناب تبادل المراكز تغيير المراكز مع بعض بالذات في الاربعة اللي قدام التلاتة اللي تحت راس الحربة مع راس الحربة ازاي بتحرك عشان اخلق مساحة للناس اللي جاية تبقى تيجي من تحت تبقى فاضية مش مراقبة كل الحاجات دي يعني وسائل عشان تتغلب على الطرق الدفاعية طيب هل استعادة النادي الاهلي وصعوده للقمة مرة اخرى هيفرق مع اللاعبين بشكل ايجابي طبعا ولا بيزيد الضغط لا با المفروض هيفرق معنا بشكل ايجابي جامد جدا مش هزيد الضغط لان لعبة النادي الاهلي دايما ان احنا تعودنا على مدار التاريخ احنا بنلعب كل ماتش على المكسب نعم وكل بطولة عشان ناخدها بدون اي ضغوط يعني هو ده السيستم بتاع النادي الاهلي على مدار التاريخ فاحنا استعادتنا للقمة ده المفروض يدينا دافع ان احنا نحافظ وان احنا نزود عدد نقاط وحنزودها باذن الله ان احنا نبقى متصدرين عن اللي تحتينا بنقاط اكتر باذن الله الاربع خمس مباريات القادمة الحقيقة كلها مباريات صعبة هتبدأ بامبي ثم المصري ثم سموحة في الكاس ثم قبل نهاية الكاس طبعا سموحة يوم سبعتاشر ثم الزمالك يوم واحد وعشرين ثم البنك الاهلي يوم واربعة وعشرين وبالتالي اربع خمس مباريات مهمة في ظل حالة الاصابات الراجل هيبص للاربع خمس ماتشات للاسبوعين اللي جايين مرة واحدة ولا بقى كل ماتشو نشوف اللي هيحصل لا هو هيمشي كل ماتش بماتشو يعني كل ماتش بماتشو وبعدين نشوف لان انت الماتش بكرة بإذن الله مفيش حاجة مضمون هيخلص الماتش نشوف لقدر الله في حد تتعور مفيش الاصابات هيبتدي يركز على الاستشفى بين عشان الماتش اللي بعديه وبتدي يركز على الوجبات الخططية والشغل التكتيكي بحيث ان هو يدرس الفرق اللي هنلعب قدامها كل فريق ويبتدي يحط السيناريو المناسب لكل ماتش وكل فرق هنلعبها وبإذن الله الأمور كلها تمشي كويس عموما هنكمل كلامنا مع كابت خالد جاد الله ولكن خلونا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل كلامنا أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين كابتن خالد خلينا نتكلم عن الدوري العام كله دوري العام السنان دي شكله مختلف الأمور واضح ان المباريات كلها حلوة أصوان عامل مباريات جيدة جدا الفترة الأخيرة مع كابتن أمان رمادي أمبي استعاد مستوى مرة أخرى مع كابتن أو استعاد نتايج ومرة أخرى رحية مع كابتن طلعت يوسف أيضا الاتحاد سكندالي متزبزب في المستوى يعني كلمنا عن الدوري بقى بشكل عام لا الدوري السنان دي حيبقى دوري قوي المنافسة فيه شديدة أكتر من السنة اللي فاتت يمكن كل الفرق دعمت نفسها بلعيبة كتير مباريات الفرق مع بعض برضو بعيدة عن الأهلي وبعيدة عن الزمالك أي فرقين بلعوا بعض انتوا أش عارف مي اللي هيكسب يعني الفرقة ممكن تكسب الفرقة دي ممكن تكسب بتبقى دايما المباريات خمسين خمسين وتبقى المباريات مفتوحة فبتبقى مباريات كويسة وفي مباريات شفنا فيها هداف كتير برضو من المميزات الدوري السنة دي إن عدد الأهداف اللي بتسجل أكتر متالي أكتر من السنة اللي فاتت وده برضو بيدي مدلول إن فيه كرة هجومية إن الفرق كلها بتهاجم ومهتمة بالنواحي الهجومية ومهتمة بالحصول على الثلاث نقاط نتمنى نشوف كل ده في كل الماتشات يعني نتمنى نشوف الأداء دوا في كل المباريات حتى قدام النادي الأهلي لأنها دي كرة المفروض نتفرج عليها يعني يمكن أنا من أسبوع كنت بتفرج على ماتش النصر والهلال في الدوري السعودي ولسه بقى ولسه ده كريستيان ولسه ورونالدو هتبقى الدنيا مختلفة لا إنما ماتش أنا حسيت إن أنا بتفرج على ماتش في كلاس العالم يعني هلال ونصر لا كرة سريعة الأخراني ده أه لا إلا هوة 2-2 2-2 خلص 2-2 2-2 2-2 ماتش سريع ماتش هجومي زي ما بقى قولك كابت الإسلام الفرقة اللي معاه الكرة بتهاجم وفرقة التانية بترتدي للدفاع وبعدين الفرقة مثلا النصر قطع الكرة يبقى هو اللي بقى يعني فيه الدين الرحاجية فيه آه فيه لعب فيه لعب يمكن عشان النصر والهلال عشان إنت لو أنا مثلا تفرجت على الأهلي وبيرامدز ما تشحل ورايح جاي الأهلي والزمالك ما تشحل ورايح جاي أهلي ومصري زمالك ومصري أنا بتكلم على رتم اللعب إحنا إحنا نفتقد رتم اللعب السريع ده اللي نفسي أنا أشوف ده إيه السبب كابتن؟ يعني إيه اللي يخلي الدول المصري يفتقد هذا الرتم يعني السبب يعني أنا معرفش ملوش سبب بس مثلا بتلاقي في أي دور يبرا في أوروبا أو في ماتشات كاس العالم أو بتلاقي اللعيب مثلا طلع من الملعب جارية عشرة كيلو واثناشر كيلو إحنا ما عندناش معدلات الجارية دي أقل أي كتير ممكن النص يعني ممكن تيجي النص فبتأثر على الأداء لأن أنا كلما حجري كتير كلما حستلم الكرة كتير أكتر أه طبعا كلما حجري قليل كرة مش حجيلي حستلمها مرتين تلاتة فيبقى الانتاج بتاعي يبقى قليل هو ده الفرق رتم اللعب هو ده الفرق ما بين الدوري بتاعنا والدوريات بر الحقيقة أنا تفرقت النهاردة على مباراة فاركو وطلع الجيش شوية يعني المباراة بدأت حلو أحمد سامير لعب طلع الجيش جاب جون حلو قوي وبعد كده فاركو ضرب الجزاء تعادل ولكن بقيت المطش يا كابتن حاجة يعني تحزن مطش حاش قوي ما هو يعني هي دي هتلاقي أكتر ملحوظة اللعيبة بتلعب تروت بتجري تروت جاري التروت ده مش موجود في كرة الكرة في الهواء كتير ويعني دي ولا طريقة لعبة كابتن إيهاب جلال ولا طريقة لعبة كابتن محمد يوسف اللعيبة بتقيم ماليا أو بيتحدد سعرها من خلال القرارات اللي هم بياخدوها يعني أنا لما بقعد مثلا اتفرج زي ما انت بتقول النهاردة طيب ولاقي مثلا فيه لعيب بياخد سبعة مليون في السنة ولا خمسة مليون ولا إزاي طيب يعني منين الميس باس كتير دوا من غير مفيش جاري كتير مفيش تحرك مفيش فكر طيب يعني هي دي بس نتمنى بإذن لن هي تحسن طيب ايه المباريات اللي عجبتك الأسبوع اللي فات يعني في بعض المباريات اللي تلعبت يعني أسوان زمالك مباراة حلوة تتفرج عليها مباراة حلوة أسوان بصراحة يعني حاجة حاجة جميلة حاجة جميلة ويمكن آيمن الرمادي عشان لسه أول مرة يشتغل في مصر حقيقة كان يشتغل في الإمارات فبرضو فكره مش بفكر الدوري المصري بتاعنا هو بيلعب الزمالك المفروض إنه هو لو أي مدرب تاني كان حينزل برضو عايز البونت يعني ينزل يقفل لا ده بيلعب جيم هجوم لو ضايع عجوان كتير والزمالك ضايع برضو كسبان ثلاثة أربعة لا فرادات واثنين في القايم يعني فرقة بتهاجم ولما بيطقطع منها الكرة بتختدل الدفاع وهذه الكرة وعشان كده كسب فأنا أتمنى أن يبقى كل الفرق اللي في الدوري طبعا بعيد عن نادي الأهلي يتاحزوا حزوا كده الفكر بتاع فرقة أسوان لما لعبت قدام نادي زمالك وبيلعب بيستغل القماشة اللي موجودة عنده إمكانيات اللعيبة عارف يستغلها بشكل كويس جدا وفكر جديد وبرضو أنا من وجهة نظري كل لما عدد المدربين حيزيد ما يبقوش خمسة ستة عملين بيتنقلوا في الأندية دي قصة مشكلة دي مبووزة كرة على فكرة في مصر يعني محدش مش طبعا كل الناس اللي بتشتغل دول زمالي وحبيبي ولكن الكلام في الكرة حيجيبه كلام منين يعني أنا لما أفضل أشتغل هنا وأروح هنا وأروح هنا وهنا ما أعملش نتائج أروح هنا ما ينفعش الدنيا بتبوز فكر جديد كلام جديد ناس جديدة لا بتفرق طبعا كتير جدا وايمن الرمادي ده أكبر دليل يعني كان فيه مدربين قبليه اشتغلوا مع أسوان هو جه فكر جديد فكر جديد على الدوري وعلى اللعيبة كلام جديد مش 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 هتفضل إنت اللي بتقوله هنا هتروح تقوله هنا هتروح تقول ما هنفعش فأنا كلاما المدربين هتبقى عددها أكتر وتتنقل ما بين الأندية حتى إحنا وإحنا بنتفرج حنقدر نفرز وحنقدر نقيم نقول مدرب ده كويس مدرب ده مش كويس ده لسه شوية واللي خد فرصة يبعد شوية الناس تانية تاخد فرص إحنا المدرب عندها مش تقل في دهت عندها في موسم واحد صحيح ما بتحصلش كلام ده بيحصلش في حتة خلاص خلاص دلوقتي أصبح يعني ممكن يشتغل في الناديين بس بس طب ده كويس إذا أوقيلي يشتغل في الناديين إذا استقالي بهو نادي واحد ده كويس على فكرة لا ما هو يعني هي ماشية ناديين بس انت لما تيجي بقى في ست مدربين ويشتغل في الناديين هادي خدوا الدوري كله برضه ما هي هي ما هي هي لا هي مش كده هي هو المدير أي مدير فني يشتغل مع فرقة من بداية الموسم تمام لو مشي لازم يعط الموسم يخلص ما يشتغلش ليه لأن عشان انت ما تبقى عملية احتقار يعني لأن الكورة ما فاس ثوابت ولا فيها ثوابت في التدريب ولا في التحليل ولا في لا دي مواقف كلها متغيرة مواقف كلها متغيرة كالتنسلام يعني يعني ما فيش مواقفش تقدر تحكيه قبل ما يتلعب صح لا اه في ثوابت خطوط عريضة ولكن انت في متغيرات فالمتغيرات دي مش هتفضل على خمس ستة مدربين او محللين سنة مرة كابتن بمناسبة ان ما فيش ماتشات بتحكي احنا مرة جوزيه حكى لنا ماتش السفاقسي مثلا اي حكايا قبلها باسبوع عشر تيام بتحسب بس هتفتكر حد تاني غير جوزيه او هتفتكر له ماتشات تانية الماتش ده بس وكابتن جوهر يالله يرحمه كان بيحكي لنا الماتشات اه طبعا كان حد حضرتك تقريبا اللي قلتلي بلكن صح ان كابتن جوهري اه او كابتن مهل همام برضو قاللي ان كابتن جوهري كان بيحكي لنا الماتشات كصانع اللاعب وبتاع النواحي الدفعية عندي ما مدفعش يعني مش قوي يعني مش عايز يعني اخلص مجودي كله في النواحي المدرب الوحيد اللي كان يقول لي ما تمسكش حد كابتن جوهر كمان احلى سنين سنيني واحلى مستوى ليه كان وهو موجود لان فعلا عرف ياخد مني احسن ما عندي بيفرق ان كيفية التعامل المدير الفني نفسية مع اللاعبين طبعا كل لعيب عنده مفتاح يعني ازاي تخش اللعيب بتعرف المفتاح بتاعه فين وتخش له فتاخد احسن ما عنده فكابتن جوهري كان عنده كده يعني الحتة دي كان هايل فيها بصراحة يعني اه فاذا من الممكن ان يكون هناك مباريات بعض المدربين يعني مش كلهم يقدروا يحكوا يعني اه طبعا المدرب الموهوب منت لو لو انا فتكر مش هفتكر حد لا 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 انا بوله مش فكر غير كابتن مستر مانويل اللي بيوصل للحتة دي المدرب الموهوب مش المدرب اللي التدريب مش وظيفة اه مش يعني هي مهنة بتعتمد على الموهبة في الاساس وممكن تبقى وظيفة اي نادي كبير في العالم بشكل عام بقى اي نادي كبير بيفرد طريقة لعبه على الاندية الاخرى بمعنى الاهلي هايلعب امبي الاهلي هو اللي بيفرد طريقته ولا امبي لما يقف هو اللي بيفرد طريقته لا امبي حيقف ما هو ما عندوش غير لا فرد طريقة اه فرد سيستم لعب سيستم لعب سيستم لعب اه اه بالزبط اه هو امبي معا هو بكرة شوف احنا الماتش بكر هل احنا مثلا طالعنا اقولنا امبي حيهاجم الناد الاهلي لا مش حيهاجم هو هيلعب خمسة اربعة واحد يعني بكل او اربعة خمسة واحد بكل بقى مشتقطها الدفاعي ولكن مش هنتكلم انه حيهاجم احنا يعني والنادي الاهلي بيلعب باسلوبه تمام وبإذن الله يقدر يتغلب بقى على التكتل الدفاعي اللي حنشوفه ده طيب لو حضرتك مارسيل كولر في نهاية حدثنا يعني لو حضرتك مارسيل كولر وبكرة هتتكلم مع اللاعبين في مثل هذه المباراة هتقولهم ايه او اخر كلامك بقى هتقوله ايه على مباراة امبي يعني على مباراة امبي ايه اقولهم ان احنا كل مباراة دي بتوله احنا مش هنفكر يعني حتى تقصصوا بعد المكسب كمان الاخير بالزبط شليسه لازم تفكر في بيلامت لا خلاص دي صفحة والطوت ايوه ايوه ان احنا هنفكر في امبي ومش هنفكر في بعد امبي هنفكر في امبي بس المرحلة دي ناخد بإذن الله الثلاث نقاط وبعدين نفكر في اللي بعد كده وانا اتمنى انا وانا بتفرج النادل اهلي هو بيلعب انا فوق التليفزيون كده يعني دلوقتي فاضل على الدوري 23 نتش صحيح صحيح فانك عامل ثلاثة ورقة فوق التليفزيون 23 يخلص مطش بكرة باشيل دي واحط 22 لا والله لغاية لما نوصل بإذن الله ان احنا ناخد البطولة انا اتمنى ان هم برضو يفكروا بنفس يعني حالك عامل ده كده في البيت حقيقي فوق التليفزيون بكرة 23 يخلص المطش بإذن الله بإذن الله تعالى يا مساهل يا رب يا رب لانه الدوري الحقيقة السنة دي دوري مهم جدا ودوري صعب في نفس الوقت طبعا احنا بقلنا سنتين الدوري بطولة بتاعتنا المحببة لنا بقلنا سنتين بعيدة عننا لا احد اكتب برضو وده تعلمنا من حضراتكم انه لا احد يظن ان الدوري انتهى يعني لسه 23 مباراة ويعني لسه بادري هتكسب وتتغلب وتتعادل لسه 69 نقطة فلسه بادري وبعدين برضو لازم نتعلم من السنة اللي فاتت احنا كنا متصدرين فارق بعدد كويس من النقاط وبعدين الدنيا اتغيرت لا يعني دايما السنة اللي فاتت نحطها قدامنا والورقة اللي هي 23 22 21 لغاية لما بإذن الله ومطش كل مطش بحد بالزبت كده كل مطش بطولة لا لا خالص يا رب كل التوفيق للنادي الاهل ان شاء الله في مباراته بكرة وفي كل المباراة القادمة انا بشكرة جدا يا كابتن خالد شكرا يا كابتن اسلام شكرا جزيلا لنجم الكبير كابتن خالد جدالة خلونا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل الاستاذ محسن لملوم والاستاذ احمد مجدي في ضيافة البيت الكبير vielleicht في صوت شكرا جزيلا شكرا جزيلا اشخرا جزيلا الهيهية ومراحن